بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتعلم إن شاء الله من خلال الفيديو ده إزاي تعرض البيانات اللي عندك على شكل خريطة بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنفترض إن عندي مثلا مسابقة وفيها مجموعة من الدول المشاركة في المسابقة دي ودي عدد الطلاب المشاركين من كل دولة طبعا في البداية لازم تكون كاتب اسم الدولة بطريقة صحيحة علشان البرنامج يعرفها فكتابة اسم الدولة ممكن تتم بأكتر من طريقة أول طريقة إن انت تكتب الاسم كامل زي ما احنا شايفين كده أول طريقة التانية إن انت تكتب الكود المختصر للدولة وطبعا لو عايز تعرف الأكواد المختصر للدول مجرد بس إنك بتدخل كده على جوجل مثلا وتكتب في السيرش list of country codes هيتفتح لك أكتر من list ممكن مثلا افتح أي واحدة فيهم وليكن دي هتلاقي هنا كل دولة اسمها إيه والكود الثنائي بتاعها أو الكود الثلاثي فمثلا لو احنا رحنا على دولة زي ايجيبت ادي ايجيبت ممكن اكتب ايجيبت حروف كاملة كده أو ممكن اختصرها لي اي جي أو ممكن اختصرها لي اي جي واي يبقى سواء كتبتها بالطريقة دي أو بالطريقة دي أو بالطريقة دي البرنامج هيفهمها فبالتالي بأنا عندي اسماء مجموعة من الدول بالشكل ده قدامها مجموعة من الأرقام أو مجموعة من البيانات طيب علشان نرسم هنمسح دي ونبدأ كده نرسمها مع بعض خطوة بخطوة اول حاجة طبعا بتختار الداتا بالشكل ده وبعدين بتضغط هنا على انسرت ومنها بتروح على مابس لما تضغط عليها تلاقي بس هو نوع واحد من المابس تضغط عليها يرسم لك ماب بالشكل ده تقدر طبعا تغير الصيز بتاعها زي ما انت عايز ممكن اكون عايز اعرض مجموعة الدول اللي هي موجودة في الجدول بس فمجرد ان انا هاجي اضغط على الخريطة هنا كده دبل كليك اتفتح لي كده الويندو ده هنروح هنا على الماب اريا ونضغط على السهم ده هيتفتح لي مجموعة اختيارات منها Only regions with data لو ضغطت عليها كده هيعرض لي بس مجموعة الدول اللي هي موجودة في الجدول طبعا لو عايز ازود عليهم اي دولة تانية وليكن مثلا ان هكتب هنا جيرماني وهكتب ان عدد الطلاب المشاركين منها وليكن مثلا 30 مجرد ان اجي على الخريطة هضغط عليها كده وبعدين هلاقي المربع الازرق ده امسك من المربع الصغير واسحب كده هتلاقيه رسملك المانيا مع الدول اللي كانت موجودة ولو عايز اشيلها تاني مجرد برضو ان هسحب ال data كده العكس طيب فانا الخريطة ظهرت عندي بالشكل ده لو فرضنا ان انا عندي مجموعة دول في قرة واحدة وانا عايز اعرض القرة اللي هم فيها بس طبعا انا عندي هنا مجموعة الدول اللي هي ايجيبت وليبيا والسودان دول في قرة واحدة فممكن استسنى باقي الدول بالشكل ده وبعدين هاجي هنا على الخريطة هروح برضو على العلامة دي اللي هي series options وبعدين هاختار series options ومنها هنا هلاقي فيه options Z اللي هو multiple countries او regions مجرد هضغط عليها هيجيب لي القرة اللي فيها مجموعة الدول دي طبعا لو انا زودت عليها دولة تانية واللي يكون هنا مثلا زي المملكة العربية السعودية هيجيب لي خريطة العالم كله لان الدول دي اصبحت مش كلها موجودة في قرة واحدة طيب فهنرجع تاني ونختار only regions with data هنا اعرض لمجموعة الدول اللي انا مختارها في الجدول نزود عليها بس كده العراق بقت بالشكل ده طبعا الالوان ال default بتاعته بتعتمد على ال values اللي هنا فلو نلاحظ ان اكبر قيمة هنا كانت عند ايجيب فتلاقي اللون غامي اكتر عند ايجيب لو انا جيت مثلا في ليبيا هنا وغيرت القيمة بتاعتها من 50 مثلا خليتها 10 هنشوف درجة اللون بتاعتها قلت لان القيمة اللي هنا قلت وطبعا ال legend اللي في الجنب ده بيبين لي الكلام ده بيقول لي ان number of students اللي هي عندها 55 درجة اللون عندها غامقة قوي وكل ما درجة اللون قلت معناها ان ال value اللي موجودة في الجدول قلت طيب نرجع دي زي مكان التاني طيب لو فرضنا انا مش عاجبني الالوان دي وعايز الون الوان تانية فمجرد هنيجي هنا نعمل double click كده اختارنا الدولة لو نلاحظ بقيت الدول بقيت بلون باهت كده معناها ان هو اختار الدولة دي وبعدين هاجي هنا على fill وبعدين هاختار اللون اللي انا عايزه وليكن مثلا عايزها باللون الاخضر كده بقت باللون الاخضر لو روحت تضغط على اي دولة تانية وليكن مثلا تضغط هنا على ليبيا هتلاقي اختار ليبيا اختار برضو اللون اللي انت عايزه وليكن اللون ده وبعدين نروح مثلا على المملكة العربية السعودية نختار لون تاني نروح على السودان نختار لون نروح مثلا على العراق نختار لون تاني يبقى كده اخترت مجموعة الوان حسب ما انا عايز مش على حسب القيم طيب لو فرضنا ان انا عايز اوضح البوردر بتاع كل دولة فبمنتهى البساطة هاجي هنا على بوردر وهختار solid line طبعا ال default انه هو اختار لون الاسود لو لاحظت هنا على العراق البوردر بتاع ابتدى يبان لو حبيت تزود الويتس بتاع البوردر مجرد هتضغط على السهم الفوق ده لو نلاحظ طبعا ايه البوردر thickness بتاعه او الويتس بتاعه بيزيد بالشكل ده انت هتختار الويتس المناسب ليك طبعا لو انت عايز بقى تعمل لكل الدول مرة واحدة مجرد انك هتيجي هنا على الخريطة تختارها وبعدين تروح هنا على fill وتختار border وقادي تقوله line بالشكل ده عملك border لكل الدول برضو نفس الحكاية عايز تزود الويتس بتاعه زود بالشكل ده بحيس ان حدود الدول تكون واضحة اكتر طبعا بتختار الويتس المناسب بحيس ان الصورة تبقى واضحة بالشكل ده لو فرضنا ان انا عايز اكتب اسم كل دولة جواها هضغط على الخريطة وبعدين هاجه هنا على map labels وهضغط هنا بدل none هختار best fit only لو ضغطت كده لو نلاحظ كتب على كل دولة اسمها بالشكل ده لو فرضنا ان انا عايز اعرض القيم اللي هي بتمثل عدد الطلاب داخل كمان كل دولة فبساطة هاجه هنا على علامة الزائد دي هضغط عليها وبعدين هختار data labels اول ما تضغط عليها كده لو تلاحظ كتب ايجيبت 55 ليبيا 50 وهكذا طيب لو فرضنا ان احنا عايزين نغير لون الخلفية دي بدل ما هو ابيض يبقى لون تاني ممكن طبعا اعرض الخريطة دي باكتر من style يعني عندي هنا chart styles ممكن كده بالشكل ده اعرضها كده او ممكن اعرضها بالشكل ده طبعا اختار انت الشكل المناسب لك لو ما فيش شكل من دول مناسب وانت عايز تغير وليكن مثلا ان انا عايز الخلفية بلون معين فهعمل ايه مجرد ان انت هتختار التشارت بالشكل ده وبعدين هتروح على format وتيجي من هنا في shape styles وتختار الفورمات اللي انت عايزه وليكن مثلا انا عايز الخلفية كلها باللون ده مجرد هتضغط عليه الخلفية بقت كلها باللون ده طيب احنا كنا قلنا ان اي جي بتممكن اكتبها باكتر من طريقة تعالوا نشوف كده لو انا كتبتها بطريقة غلط هيحصل ايه انا مثلا هكتبها اي جي بس طبعا اي جي واضح ان هو فاهمها برضو انها اي جي بتاقيه لو انا كتبت اي جي واي زي الكود السلاسي اللي احنا شفناه من شوية برضو هو فاهم انها اي جي بت طيب لو انا كتبت مثلا اي جي واي تي وضغطت انتر طبعا هو ما فهمش انها اي جي بت فعلشان كده ما رسمهاش مع مجموعة الدول اللي موجودة وعمل لي هنا علامة تعجب بمعناها ان في حاجة غلط فهو بيقول لي هنا انا رسمتلك 80% من البيانات بس علشان انا متأكد من الاسماء بتاعتها يبقى لازم نراعي ان احنا كتبين الاسم بطريقة صحيحة اما كامل او بالكود السنائي او الكود السلاسي فهنا طبعا هنعدل الاسم بالشكل ده ايجيبت كده طبعا شافها وبالتالي رسمها في مجموعة الدول اللي عنده طبعا احيانا برضو ممكن تكون الكتابة مختلفة شوية يعني مثلا لو جينا هنا على العراق لو انا جيت هنا وغلطت وكتبتها بدل اي مثلا هكتبها اي هتلاقي برضو ان هو فهم ان هي اي ان هي العراق البرنامج سمارت لدرجة ان هو يقدر يفهم اي هي الدولة اللي انت تقصدها يعني مثلا لو جيت هنا مثلا على ليبيا وجيت على الواي دي وكتبتها هي كمان اي فهو برضو فهم انها اي انها ليبيا بس طبعا الافضل ان احنا نكتب الاسم بيه الطريقة الصحيحة علشان نضمن ان الدول المكتوبة هنا فعلا كلها اتعارضت على الخريطة اتمنى تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته